هنروح لموضوع تاني دلوقتي وهو النهاردة احنا بنحتفل بذكرى أو النهاردة ذكرى رحيل الطفلة المعجزة الفنانة فيروز حبيبة الملايين كلنا بنحبها تركت اعمال فنية في الحقيقة لازالت في ازهان جمهورها ومحبيها وكان اول افلامها فيلم ياسمين سنة 1950 وكان ساعتها عمرها سبع سنين فقط حقق الفيلم ده نجاح كبير جدا وبعده كان فيلم دهب الشهير مع الراحل انور واجدي في ذكرى رحيل فيروز خلونا نشوف هذا التقرير اليوم هو ذكرى رحيل الطفلة المعجزة فيروز التي تركت اعمال فنية لازالت راسخة في وجدان محبها الفنانة فيروز من موليد الخامس عشر من مارس عام 1943 ولدت في القاهرة لأسرة أرمينية الأصل واسمها الحقيقي بيروز أرتين كالفايان شقيقتها الصغرى هي الفنانة الكبيرة نيلي كما تربطها صلة قرابة بالفنانة الكبيرة لبلبة اكتشفها صديق والدها الفنان الكوميدي الراحل إلياس مؤدب وذلك حينما لحظ حركاتها الاستعرضية أثناء عصفها على الكمان في منزل والدها وتبناها الفنان الراحل أنور واجدي فنياً وغير اسمها ليصبح فيروز بدلاً من بيروز كما وقع مع والدها عقد احتكار بحيث تتقاضى ألف جنيه عن كل فيلم يقوم بإنتاجه أنور واجدي كان أول أفلامها فيلم ياسمين عام 1950 وكانت في السابع من عمرها وحقق الفيلم نجاحاً باهراً وقت عرضه من أشهر أعمالها فيلم دهب الذي قامت بطولته إلى جوار الفنان أنور واجدي والفنانة مجدة وكانت وقتها في العاشرة من عمرها وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً اعتزلت الفن عام 1959 بعدما قدمت آخر أعمالها بفكر في اللي نسيني لتتزوج بعدها من الفنان الراحل بدر الدين جمجوم الذي توفي عام 1992 قدمت العديد من الأفلام السينمائية من ضمنها أفلام ياسمين وفيروز هانم، دهب، الحرمان وعصفير الجنة كما أدت عدداً من الأغاني منها كروان الفن، بحلق لي، ومعانا ريال توفيت الفنان الطفلة المعجزة فيروز في عام 2016 بعد صراعاً طويل مع مرض الكبد عن عمر الناهزة الثانية والسبعين عاماً يعني بجد بكل معنى الكلمة هي طفلة معجزة ومع احترامي أنا ما أعتقدش أنه حصل زيها دماء خفيفة مش هقولي مش هيحصل زيها، بس هي أنا ما شوفتش حد عنده الشقاوة والثقة في النفس وكبيرة يعني هي تحسها كانت كيف، أنا وأنا صغيرة كنت بحب جداً لسا غاية النهاردة أحب تفرج عليها وأحب أغني معانا ريال بغنيها لابني دلوقتي وكنا بنحب نقلدها كده وبترقص بالكلاكات والحاجات دي كلها يعني من ألطف الحاجات اللي حصلت في تاريخ السينما المصرية صحيح طيب